حالا مع حضراتك وشوفنا في التقرير أكثر من رائع على بعض الجدل وبعض النقد على هذه اللائحة أو التشكيلة المثالية لليورو 2020 هنقش مع حضراتك ومعنا طبعا ضيفنا محمد الباز محمد فيه انتقادات كبيرة على بعض المراكز وخلينا نتكلم طبيعي إن المنتخب الإيطالي طبعا نستحوز على خمس لعبين وده ده من حقه لأنه ظهر بأفضل مستوى لكن تعال نشوف أنا وانت التشكيلة المثالية لليورو 2020 ونتكلم عليها طبعا في حراس المرمى الحارس الإيطالي دوناروما الحارس العملاق حارس سلسة صغير حارس المستقبل بالنسبة لفريق باريس سان جرمان شايف ده اختيار جيد ولا فيه اختيار موفق جدا دوناروما بدأ الكارير بتاعه وهو عنده 17 سنة يعني دايما يقال إن الخبرة ولا السن أو العمر فهنا الخبرة بتلعب دور كبير احنا نتكلم مع دوناروما 17 سنة وشارك أيضا مع المنتخب الإيطالي في مباريات عديدة اكتسب خبرات بكل تأثير من هو صغير ليه تأثير كبير في الفوز إيطاليا احنا لو رجعنا للسيمي فاينال أمام أسبانيا كان هو سر الفوز والصعود بتصديل ركلة الجزاء مهاجم أسبانيا صحيح صحيح فلا خلافة وأرقامهم كمان قدامنا دوناروما على الهواء أرقامهم كمان بتدل إنه هو حارس مميز جدا وزي ما بقولك يمكن أنت نقطة تكلمت فيها مهمة جدا إن بعض المدربين يقولك البطولات الكبيرة دي محتاجة الخبرة ومحتاجة خاصة حراسة المرمى لازم يكون كبير لكن دوناروما بسن 20 سنة قدر إنه يفوز كمان بجائزة أفضل لعب في العالم أفضل لعب في العالم وده ما تقررتش إلا في مرتين على مستوى البطولة طبعا كان مع بيتا تشيك حارس العملاك للمنتخب الدنماركي في 92 على ما تذكر ودوناروما هما كحراس مرمى حصلوا على لقب أفضل لعب صحيح صحيح يعني نشوف كمان بيت التشكيلة على مستوى الدفاع وأنت كنت لسه بتتكلم يعني كان جورج كيليني من أفضل اللعيبة على مستوى الدفاع لكن لم يتم اختياره يعني على حساب طبعا ماجواير ماجواير على أنا أتكلم على السردباكين الأول ماجواير طبعا مدافع للمنتخب الإنجليزي على حساب طبعا جورج كيليني رأيك إيه؟ أنا شايف الفرق الوحيد بس ممكن يكون في عامل السن ولكن مع كيليني أنا بصراحة شفت واحد في خمسة وعشرين عام يعني مش ستة وثلاثين أو أربعة وثلاثين أنا متذكر أنا أعتقد تم عدم اختياره كان ممكن يكون هو العامل مجاملة شوية للمنتخب الإنجليزي على أقل ما عندكوا واحد في التشكيلة المسالية لأن أنا واخد خمسة وهو فعلا في الخمسة من المنتخب الإيطالي هو محتاج محتاج الخمسة بشكل كبير فطبعا كان كيليني مهم أنه كان يكون موجود في التشكيلة دي ليس فقط من أجل مجاملة ولكن تكريما له أنا شايف أن كيليني يستحق بكل تأكيد لأنه قائد المنتخب الإيطالي منذ عوام يعني في استمرارية نتكلم في كيلينشيت كابتن هاني لا عندك حق يعني هو كمان عامل للسن بالنسبة له ما كانش عامل يعني كان بيعواضوا شوية السرعات قليل شوية لكن بيعواضوا بالبوزيشن بيعواضوا خلي بالك كمان الاسبيرت والروح القتلية ودايما كنا بنشوف بونتشي وكيليني لما بيشيلوا كرة خطر والحاجة أديه الروح دي كان لها تأثير إيجابي جدا جدا على المنتخب الإيطالي خلينا السؤال اللي أنا يمكن شايفه شوية سبينازولا سبينازولا ده طبعا خاد في التشكيلة المثالية كأفضل ظهير أيصر أنا في اعتقاده على حساب لوك شو طبعا لوك شو طبعا أدى بطولة رائعة عنده كمان رقم قياسي أسرع هدف في البطولة فانت شايف هل سبينازولا كان فعلا من أفضل اللعيبة الموجودة في البطولة وياخد جدير بهذه التشكيلة المثالية أتفق إلى حد ما لأن شو هو يعني ممكن الهدف الذي أحرزه والهدف الذي شفناه كان تحول كبير طبعا للمنتخب الإنجليزي وكان يلعب دور كبير في كريدت لين هو يتم اختياره ولكن هنا في معايير كتيرة كابتن هاني بيتبص عليها يعني قطع الكورة التحكم الكنترول التكملة يعني أنت دلوقتي بنتكلم في الطريقة الحديثة في أن الزهير الأيمن أو الزهير الأيصر بيكمل مع الجناحات وبيشتغل جناح بيشتغل جناح ظهير جناح يعني فبالتالي أنا يعني متفق أنا مش متفق أنا مختلف معك بديلة خلينا نتكلم على بوناتشي بوناتشي طبعا برضو من العناصر اللي كانت مهمة جدا جدا في فوز المنتخب الإيطالي على هذه البطولة أداء قوي جدا تفاهم واضح جدا مبين ومبين كليني كمان على مستوى القيادة على مستوى كمان التهديف أعتقد كان هدف مهم جدا 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 هدف البطولة في اعتقادي هو هدف التعادل أمام المنتخب الإنجليزي برضو معنا أرقامه يعني أرقام كبيرة جدا ليه طبعا بوناتشي بتدل أنه هو كمان مدافع جيد يعني مدافع من طراز فريد يعني بالزبط التفاهم ما بينه ما بين كليني كان هو سر فوز المنتخب الإيطالي أو المحافظة على هذه الأرقام الكاسية هم اتنين بلعبوا مع بعض في اليوفينتوس منذ أعوام يعني أنا شفت تصريح لكليني قال أنا أعرف بوناتشي أكتر ما أعرف زوجاتي زمال العمل دايما مع بعض فاهمين بعض بيكملوا بعض وده ما شفناه فعلا متعكس على المنتخب الأزوري ككل روح الكابتن والقيادة مع كليني فبنوشي طب سؤال فان يا محمد أنت في اعتقادك على مستوى المنتخبات هل زائراء الوسط من الأفضل أنهم طبعا لازم يكونوا في مستوى جيد من الأفضل أن يكونوا في نادي واحد عارفين بعض ولا على مستوى المنتخبات ممكن يكون فيه تاكتك مختلف ممكن يكونوا الأمور مختلفة شوية مع الكرة الحديثة كابتن أنا أعتقد ويفضل ليكونوا مع بعض وده مثال جيد جدا اللي احنا شفناه في منتخب الأزوري